قبل ما نبلش الفيديو اذا اعجبكم الفيديو يارا تساولي لايك وتشتركون بالقناة اذا كنتم مشتركين وتفعلون زر الجرس حتى يجيكم اشعار من انزل الفيديو الجديد ونبلش الفيديو الطاقة العامة لبرج الثور برج الثور الطاقة العامة قراءتك كل تشاند غريبة برج الثور بالفترة حاليا طاقتك العامة متركزة على علاقة ثلاثية ممكن برج الثور تكون انت داخل علاقة ثلاثية او ممكن شريكك راح تكتشف عن وجود طرف ثالث بالعلاقة اللي بيناتكم برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك نوع من الهدوء الصمت الترقب برج الثور بالفترة الحالية دا اشوف عندك الحدث عالي عندك طاقة شكوك اتجاه الشرك اللي انت موجود وياه اذا ما كانت انت صاحب العلاقة الثلاثية وكان شريكك هو صاحب العلاقة الثلاثية البعض من برج الثور باشوف باخر فترة انتو مكتشفين طرف ثالث او انتو طالعين من علاقة اكتشفتوا انه هي كانت ثلاثية وممكن انتو تكونوا عندكم علم انه العلاقة الثلاثية وانتو جنتو مستمرين بها فقررتوا انو اطلعون من هاي العلاقة تتخذون قرار انو تنهوها خلي نبلش خدنا نظرة سريعة على الطاقة خلي نبلش القراءة العملية حاليا العمل والمادة والصحة وبعدها يكون نتركز اكثر على القراءة العاطفية على الصعيد المالي والمهني برج الثور ده اشوف عدكم سفر بهذه الفترة شنتو انتو منتظرين سفر ده اشوف اكو سفر بهاي الفترة راح يصير وياكم اكو مبلغ مالي صار لكم فترة منتظرين او قاعد تشتغلون حتى تحصلونه ده اشوف هذا المبلغ المالي راح يجيكم بالفترة الجاي لبعض منكم هذا المبلغ المالي ممكن يكون من شخص خارج القطر شخص بعيد عنكم راح يقدم لكم مساعدة شخص مسافر ممكن يتزيل لكم مبلغ مالي او مساعدة على الصعيد العملي والمهني ده اشوفك قاعد اتحس بالفترة الحالية بنوع من الملل والروتين من العمل اللي انت قاعد تعمله انو ده تحس ماكو تجدد بالعمل وماكو تقدم والوضع مثل ما هو وبعض منكم ممكن يكون عمله في تراجع البعض الثاني ده اشوف ده يفكر انو يترك العمل اللي هو موجود به حاليا ويلجأ العمل جديد بس هو ما اخذ فترة ترز تب هاي الفترة يريد يحاول انو يضبط اموره بالفترة الجاية ويلقى العمل المناسب وبعدها ياخذ الخطوة البعض منكم ده اشوف عنده طاقة شوية خوف مخاوف انه هو يترك العمل اللي هو موجود به ما يريد يتسرع ده يحاول انو يتخذ الامور شوية بروية بهاي الفترة بس ده اشوف اكو لك انتقالة بعملك بالفترة الحالية البعض منكم ممكن ينفصل او يترك شراكة عمل اكتشف انو هي مو مجدية اللي لو ما بيها نفع شراكة بالعمل ممكن تكون انت وبعد وياك شخص شريك ده اشوف انو ما بينتكم تفاهم انت وهذا الشريك ممكن يكون هذا الشريك عند نوع من الكذب لوعود الكاذبة او التلاعب او انه هو ما قاعد ينطيك تعبك اللي انت تستحقه ممكن هذا الشخص يكون من نوع اللي ينطيك وعد انو بعد فترة راح يجيك فد كذا مبلغ واوان ينطيك كذا مبلغ والمبلغ هذا ما يوصلك بالوعد اللي هو قال عنده طاقة تأخيرات وطاقة شوية مكر وتلاعب الشريك اللي موجوده بياك فده اشوف انو على الصعيد العملية ممكن البعض منكم يفض شراكة صار لفترة بها ممكن تكون ثلاث سنوات ممكن تكون اقل او ثلاثة شهر هذه الشراكة اللي راح تفضها راح تكون اه فضتها ده اشوف خير لك لانو انت لما اشوف انو اكو خبر راح يوصلك وبخصوص هذا الشريك اللي انت موجود وياه بالعمل وراح يصير الاتصال لانو راح تقطع الشراكة اللي موجودة بناتكم وتنهيها وتبلش تدور عمل جديد البعض منكم برج الثور ده اشوف اكو فرصة عمل جايتكم بس شوية ارادلها صبر بيها صبر او ممكن انتو تكونون صار لكم فترة طويلة صابرين وهذه الفترة ما للعمل يعني الشغل الجديد او المبلغ راح يوصلكم من بعد الانتظار اللي انتو تشدتم انتظره هواية عموما على الصعيد المادي ده اشوف اكو اكو تغييرات على صعيد العمل واكو تقدم اكو عندك انتقال من عمل الى عمل اخر ده تفكر بيه صار لك فترة جديد ونفس الوقت ده اشوف اكو على الصعيد المادي مبلغ مادي راح يجيك انت منتظره صار لك فترة فالاوضاع المادية مبدايا ممكن نقول يعني انه تكون مستقرة بهاي الفترة عكس الوضع العاطفي اللي موجود اوضاعك العملية ده اشوف ها مستقرة اكثر من الوضع العاطفي على الصعيد الصحي البعض من عندكم ممكن يكون ده يعاني من اوجاع بقلبه يعني صار لفترة او نوع من الخنقة تصير عنده دائما خاصة بالليل ده اشوف بالفترة الجاية راح تتخذ قرار انه تراجع الطبيب اه على هذه الالام اللي موجودة واللي صار لها فترة متعبتك ده اشوفك وتعب عندك جسدي البعض منكم ممكن يكون متخوف من موضوع عملية ومتردد انه هاي العملية هو يسويها او لا ده اشوف انه انت راح تاخد القرار وراح تسوي عملية وبعد هذه العملية هي عملية صغيرة ان شاء الله متخوف بعدها ده اشوف عندك استشفاء على الوضع الصحي ده اشوف اكو شفاء لبعض منكم اللي كانوا يمرون بازمات صحية اكو شفاء اكو اخبار حلوة بخصوص الوضع الصحي بالفترة الجاية نيجي نحتي بالتفصيل عن الوضع العاطفي اوضاعك العاطفية هذي الاسبوعين يا برج الثور ده اشوف هاي كلش متعبة ما عندك استقرار عاطفي ما عندك توازم انت قاعد تفتقر الى الثبات بالفترة الحالية البعض منكم مثل ما قلت لكم هاي القرارة تكون عكسية ممكن انت اكتشفت طرف ثالث بعلاقتك او ممكن يكون برج الثور نفسه هو العلاقة الثلاثية وهذا اللي انا ده اشوفه انه برج الثور انت بعلاقة ثلاثية صار لك فترة احتمال صار لك شهر انت ده تفكر بهاي العلاقة اللي انت موجود بها العلاقة الثلاثية وتريد بالفترة الحالية تفضها لانت عبت منها ده اشوف اكو اسرار راح تنكشف بالفترة الجاية اذا كنت انت صاحب العلاقة الثلاثية فاخذ الحذر ممكن انه الخيانة اللي انت قاعد تقوم بها بالفترة الحالية تنكشف بالفترة الجاية ده اشوف اكو سر راح ينكشف اكو تلاعب راح ينكشف طرف ثالث راح يطلع من العلاقة اكو خروج للطرف الثالث من العلاقة سواء كان انت صاحب انت صاحب الطرف الثالث صاحب العلاقة الثلاثية فاكو احد هاي الاطراف راح تقرر انه تقطعها لان دا شوفك راح تنهي علاقة ثلاثية موجودة بحياتك صار لها فترة شبيرة او اذا تشنت انت بداخل يعني الطرف الثاني تعرف انه هو عنده علاقة ثلاثية فدا اشوفه بمرحلة الاختيار وهو راح يقرر انه يوازن بين القرارات يتخذ قراره وينهي طرف من الاطراف وهذا الطرف على الغالب راح يكون انت يا برج الثور دا اشوف راح تكتشف عن من خلال المراقبة وكانت عندك التماها يعني مخاوف او هام بالفترة السابقة بخصوص موضوع العلاقة الثلاثية بس انت شنت قاعد تكذب على نفسك مثل ما نقول الحد ما دا اشوف راح وصلك مسج او انه انت راح تعرف شي معين من خلال مراقبتك راح تكشفه تكشف موضوع العلاقة الثلاثية اللي موجودة وراح تقرر انه تقطع علاقتك بهذا الشخص لانه اكتشفت انه هاي العلاقة ما تسوى الانتظار صار لك فترة طويلة انت تنتظر من هذا الشخص انه ياخذ حال او انه يقرر منه يختار ممكن يكون انه يرسم العلاقة بس هذا شخص عنده طاقة تلاعب عالية طاقة نارية ممكن يكون برج القوس برج الاسد او برج الحمل لانه طاقة نارية غالبة وممكن يكون ايضا برج هواي عموما دا اشوف العلاقة الثلاثية بهاي الاسبوعين راح تنتهي تماما اكو طرف من الاطراف راح يخرج من هاي العلاقة ودا اشوف انت راح تقرر انه تنهيها او تقطع صلتك باحد الاشخاص اذا كنت انت صاحب العلاقة الثلاثية او بشريك نفس اذا كان الشريك هو اللي قاعد دا اشوف عندك انفصال ويا شخص ممكن يكون برج الجدي برج الجدي بالفترة الحالية دا اشوف هذا الشخص اللي من برج الجدي او طاقة ترابية ممكن يكون عذراء او ثور مثلك هذا الشخص دا اشوفه عندك دا تحس انه هو مقيدك شخص متصلط شخص ما يعترف بالغلاط شخص حتى بمشاعره بخيل ما يعبر عن مشاعره الاهتمام ما لتقليل بك بالفترة الحالية هذا الشخص بينك وبينك كانت العلاقة اه مو صحية انه بينكم تعلق زائد زيادة عن اللزوم هو دائما يحب يفرص صيفرته عليك هذا الشخص دا اشوف ورقة طلعت لي مقلوبة وانت عندك طاقة التحرر راح تتحرر من هذه العلاقة المرضية اللي انت تشنت بيها والطاقة السلبية اللي مسببتها اليك هاي العلاقة ممكن تكتشف الخيانة وبعدها راح تنفصل طبعا القراءة هذي عاما مستحيل تنطبق على الجميع هي تنطبق على فئة معينة هم القراءة اللي راح توصل لهم وراح يفهموهم فمو الكل من برج الثورة اللي يسمعها راح يكون اكو علاقة ثلاثية وخيانة لا هاي طلعت لي طاقة معينة ومتركزة وورقة العلاقة الثلاثية تقريبا كل الاوراق طلعت عندي موجودة بالقراءة فطاقة برج الثور هذي الاسبوعين دا اشوفها طاقة الخروج من علاقة ثلاثية متعبة كانت من خليثك تقدر تاخد قرار دا اشوفك راح تاخد رست بالفترة الجاية اتعيد التفكير اه تاخد مساحتك حتى تقرر يعنو دا اشوف اكو فترة شهر كاملة انت راح تاخذها حتى تستشفي بعض منكم هذا السيناريو اللي كان صاير قبل فبالفترة الحالية هو بلش يستشفي من موضوع هاي العلاقة الثلاثية والعلاقة السامة اللي كان موجود بيها لان الورقة طلعت مخلوبة فانت وردي متحرر من عندها هاي العلاقة صار لك فترة فاللي دا اشوفها عندك تحرر من هاي العلاقة اكو المخاوف اللي عندك هي مخاوف حقيقية الحدث عندك عالب هاي الفترة ثقب ثقب حدثك الاشياء اللي تفكر بها حاسسات سعين كثارثة مثل ما نقول بالفترة الحالية يعني موجودة صايرة عندك طاقة العين الثالثة وقاعد تشوف الاحداث قاعد تتحس بالاشياء قبل ما تصير صار لك فترة صار لك فترة يعني من خلال الانسحاب اللي مريت به الهدوء اللي اخذته ممكن تكون صار لك ثلاث اسابيع انت ما اخذ فترة هدوء وده تفكر بينك وبين نفسك فالحدث عندك كلش عالي غالبا ما العين الثالثة هذي تنفتح من الانسان يمر بازمة وينعزل بها عن الناس سواء كانت ازمة عاطفية او ازمة صحية او ايا كانت الازمات اللي ممكن يمر بها الانسان بحياته فمن خلال التأمل اللي دائما يسويه والتفكير الزائد الانعزاء اللي تنفتح العين الثالثة عنده فالحدث يكون عالي تصير عنده طاقة الروحانيات انت طاقة الروحانيات عندك عالية بالفترة الحالية عفوا ممكن تكون شنت بعلاقة متعبة وقلت لك كشفت الطرف الثالث اللي موجود كشفت تلاعب هذا الشخص اللي تتعامل وياه خاصة اذا كانت طاقة نارية او هوائية لانه هي اللي مسيطرة على العلاقة وهنا ندى اشوف ايضا برج الجدي موجود عندي وبرج السرطان ايضا ظاهر ببضوح وبرج الاسد مثل ما قلت لكم برج الدلو ايضا هنا ظاهر فايا كان البرج اللي انتو تتعاملون وياه دا اشوف عدكم طاقة التخلص من هاي العلاقة السامة اللي انتو موجودين بها فاخذوا الحذر اذا شنتوا انتو اصحاب العلاقة الثلاثية حاولوا انو تتاخدون القرار بالوقت المناسب لانو دا اشوف من انا الاسبوع اذا شنتوا انتو اصحاب العلاقة الثلاثية راح تكشف العلاقة الثلاثية وشريككم راح ينهي علاقته بكم فاحنا شنقول نقول يعني بنقدر البلد قبل وقوعه على قولت اخوانا المصريين فانتو هسا احسن ما يوقع البلد ويصر الموضوع اللي دا اشوفه انو لازم لازم تتاخدون قرار واضح قرار صريح وقطعي وبخصوص العلاقة الثلاثية اللي موجودة بحياتكم بالفترة الحالية حتى ما توقعون بازمة بعدين لانو دا اشوف اكو ازمة راح تسببلكم تعب اكو طاقة العناد اكو شخص عنيد انتم ممكن تكونون يكون هو صاحب العلاقة الثلاثية اذا كان شريككم برج الجدي برج الثور او برج العذراء بس انا اشوفه برج الثور وبرج الجدي هنا يعني طاقة مثل طاقتكم طاقة العناد موجودة اه فهذا شخص دا اشوفه هو متمسك بكم رغم الغلط اللي هو مسويه متمسك برأيه متمسك انه هو مغلطان هو مداش يفروحه على غلط بالفترة الحالية الرغم انه هو على غلط ولكن هو متمسك برأيه ومتمسك بالعلاقة الثلاثية اللي موجودة فبالتالي انتم اللي راح تطلعون من هاي المعادلة انتم اللي راح تتخلون عن هذا شخص وتطلعونه من حياتكم لانه هذا الشخص عنده طاقة الطمع طاقة الامتلاك يحب يتملك كل شي هذا شخص قلت لكم طاقته مو حلوة زي السلطة لبعض من عندكم ممكن تكون العلاقة يعني علاقة زواج ممكن يكون الطرف الثاني متزوج او ممكن يكون قراءة عامة وممكن تكون الرجل فممكن يكون رجل وبالفترة الحالية عنده علاقتين علاقة بزوجته وعلاقة باكو يعني واحدة ثانية موجودة بحياته فده اشوف انه ياخذ الحذر بالفترة الحالية ويحاول انه يقطع هاي العلاقة بسرعة لانه هي على وشك انه تنكشف البعض منكم عندهم مشاكل المتزوجين بالاخص ده اشوف اكو مشاكل بحياتكم صار لكم فترة المشاكل ممكن تكون تخص الوضع المادي ده تصير هواية خلافات بسبب هذا الموضوع بسبب موضوع مادي شاغلكم صار لفترة فده اشوف بالفترة جاية اكو استقرار من بعد احباطات صارت والتأخرات بموضوع معين على الصعيد العملي او المادي ده اشوف اكو بداية جديدة لكم اكو استقرار مادي راح يجي وبالتالي المشاكل شوية حاولوا انه لا ضغطون على الشركة اللي موجودوا ياكم بالفترة الحالية من خصوص الموضوع المادي بالاخص لانه اغلب مشاكلكم ده اشوفها تخص الموضوع المادي اللي موجود بيناتكم بالفترة الحالية للمتزوجين ده اشوف اكو شوية عدم استقرار بالبيت ونوع من التعب صاير عندكم طاقة الملل بس هي فترة وتعدى ان شاء الله خلال الايام الجاية ده اشوف اكو امور الامور راح تتحسن راح تصير احسن على الصعيد المادي اموركم ده اشوفها مستقرة بس شوية الصعيد العاطفي ده اشوفها متعب فنصيحتي الى برج الثور اللي ده تتابعوني اه حاولونوا تتخلصون من طاقة العلاقة الثلاثية اللي موجودة واذا كنتوا اكتشفتوا الطرف الثالث وطلعتوا من العلاقة فاعدكم فترة يعني حاولوا شوية تتاملون تستشفون بالفترة الجاية وده اشوف لكم بداية جديدة ولكم قرار راح تتخذوا القرار راح يكونوا بصالحكم البعض من برج الثور العزاب ده اشوف ممكن يجيكم شخص يكون متزوج ومنفصل يتقدم لكم كموضوع زواج بس انتوا شوية راح تترددون قبل ما تقبلون عرض هذا الشخص اللي راح يعرض عليكم من خلال موضوع الزواج والبعض الثاني ده اشوف منتظرين خبر متأخر عليكم صار لفترة ممكن يكون هذا الخبر من شخص مسؤول بخصوص موضوع عملي او موضوع مادي معين منتظرينه من شخص ومكلفينه بموضوع ومنتظرين خبر عنه ده اشوف هذا الشخص قاعد يماطلوا اياكم هواية وقاعد يطيكم وعود فارغة احضروا من طاقة هذا الشخص اذا جنتم مكلفين شخص بمعاملة او بوضع انه يلقا لكم شغل ويطلب من عدكم اشياء لا تصدقون به لانه ده اشوف عنده طاقة المماطلة ده يماطل بالفترة الحالية هواية كل التوفيق البرج الثور ان شاء الله الاسبوع يكون حلو عليكم وان شاء الله تتعافون من كل الازمات وتستقر اوضاعكم العاطفية والاوضاع المادية انتوني رأيكم بالتعليقات واذا تبقت عليكم القرارة ايضا كتبوا لي وقولوا لي شون رأيكم بها وان شاء الله التقيكم في فيديو جديد بالفترة الجاية